انتقل الآن عبر أخمص طنعية إلى بغداد مع هشام الهاشمي خبير شؤون جماعات متشددة أستاذ هشام أستاذ خير أهلا بك معنا ربما اليوم سأبدأ معك ليس بالتحليل الجماعات المتشددة وإنما بما يجري على الأرض في معركة الموصل تبعت معنا تقريب قبل قليل وطبعا حضرتك من هناك أدرة بما يجري على الأرض ما آخر تفاصيل ما جرف تفاصيل معركة الموصل نعم حقيقة لا تزال معركة المدينة القديمة أكثر تعقيدا وتأخذ صعوبة على اعتبار أنها هي المعركة الحاسمة والأخيرة إلى الآن النقطة ممكن أن نسميها بالنقطة القاتمة لا نعرف بالتأكيد ماذا يريد هذا التنظيم المتطرف للأهالي لا يزال يقمع بهم بعمليات إعدام متكررة ويلاحق من يحاول الفرار باتجاه القوات الأمنية اليوم ركز قناصيه وبعض مدفعيته وهواناته باتجاه بعض العوالي التي حاولت الهروب في الزنجيلي في الأجزاء المحررة فأصابهم بمقتل وأصاب الكثير منهم بجروح شديدة أيضا هذا التنظيم بدأ يكثف عملياته الانتحارية على بواب المدينة القديمة من الجهة الشمالية أمس نفذ أكثر من ثلاث عمليات بسيارات مفخخة ومدرعة باتجاه حي الشفاء المعارك شديدة لكن هناك توغل للقوات الأمنية في حي الصحة الأولى أو شك جهاز مكافحة الإرهاب على إكماله وحي الزنجيلي توغلت قوات الشرطة الاتحادية إلى أكثر من ثلاثين من مئة من عمقه تبقى هذه المعركة كما قلت إنها معركة ذات النقطة القاتمة خاصة المدينة القديمة هو يتحصن بها بمئتين ألف مواطن بمدينة ذات أزقة ضيقة ولا يعني له شيء معركة الأرض المحروقة هو لا يتورع بقتل المواطنين ولا يتورع حتى في هدم هذه المساكن وهذه المدينة طبعا نعلم بأن المدينة القديمة مركزها هو الجمع النوري ونعلم مدى رمزية هذا المكان منه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة ماذا يمثل ذلك الآن بالنسبة لداعش بالنسبة للمقاتلين الذين يتخبطون في الداخل حقيقة بحسب تقارير من الداخل هم الآن يتركزون في تواجدهم في أطراف المسجد النوري أو الجامع الكبير أيضا يتواجدون في شارع الفاروق الذي هو الشارع الذي يؤدي إلى الجامع النوري أيضا هم يتواجدون بكثافة عند شارع الباب المسجد أيضا يؤدي إلى هذا الجامع بالتالي علم أن هذا التنظيم لا يريد أن ينهي معركته وهو يخسر هذا الجامع هذا يمثل رمزية كبيرة على اعتبار أن البغدادي أعلن قبوله للخلافة المزعومة على منبر هذا الجامع وبالتالي ضمن إرهاصات أو ما تعرف بالأحكام السلطانية أن هذا الجامع يمثل هو قصر الخلافة المزعومة والمنبر هو عرش الخليفة فالخليفة حينما يخسر قصره وعرشه ربما في بعض المناهج الفقهية التي تنتمي إليها هذه الجماعات المتطرفة تؤذن لكل من بايع أن يفك بيعته على اعتبار أن الخليفة قد هزم ولم يحمي بيضة المسلمين والتي تعتبر شرط من شراط هذه الخلافة المزعومة